متابعي قناة النهار لخباري الأولى في الجزائر أهلا بكم مشاهدين العدد جديد من برنامج تساؤلات خلال هذا العدد مشاهدين سنتحدث عن الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية في اجتماع ترأسه وزير النقل بحضور إطارات الإدارة المركزية والإطارات المسيرة للشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية من أجل دراسة ظاهرة الانحرافات المتكررة للقطارات بسبب اهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال للسكك ببعض مناطق الوطن بالإضافة إلى دراسة مخطط إنعاش الشركة السيد الوزير طلب من المدير العام وكذل الإطارات المسيرة تقديم عرض حول ظاهرة الانحرافات وظاهرة اكتساح الرمال للسكك الحديدية وتحديد أبعادها ومدى خطورتها والإجراءات المتخذة أو المبرمجة للقضاء على هذه الظواهر مع تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك ومن جهة أخرى وبعد تقديم عرض من طرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية حول مخطط إعادة هيكلة المؤسسة أسدى وزير النقل تعليمات بضرورة إشراك الشركة الاجتماعي في التصور المقترح مع إعادة النظر في النسخة المقدمة لا سيما من حيث تقديم صورة واضحة للوضعية الحالية للشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية وتخطيط وتقديم أقول مخطط تطوير الشركة بحيث يضمن استقلاليتها المالية في إطار أجال محددة مع الحفاظ على مناصب الشغل وتأهيل الموارد البشرية وفق خطة عملين مع تحديد مدة شهر على أقصى تقدير لإنجاز هذا العمل إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية ما هي أولويات هذه الشركة؟ انحراف القطارات واهتراء بعض الخطوط ما هي أبرز الأسباب؟ مخطط تطوير شركة لسنتياف هكذا سيضمن استقلالية المالية ومناصب الشغل مشاهدين النقاط وأخرى نناقشها حول الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية بحضور ضيفنا السيد جمال شعلال مودي للاتصال بالشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية مساء الخير مساء النور شكرا على الاستضافة وشكرا لي كذلك على تلبية الدعوة بداية سيد جمال شعلال خلينا نستهل الحديث عن الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية ونتحدث عن الأسبوع الماضي اللي كان فيه إضراب من قبل عمال الشركة أكد الإضراب راجع لمجموعة من المشاكل والنقائص اللي ره يعاني اليوم منها سائقوا القطارات بداية اليوم حدثنا عن وضعية الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية شكرا على الاستضافة وشكرا على الفرصة هذه لأنها توتيح لنا في كل مرة أن نتواصل مع رأي العام وخاصة مع مسافرية الشركة لتوضيح بعض المسائل التي قد تبدو غامضة أو غير دقيقة أيضا حتى نعطوه المعلومات اللازمة هذا من واجبنا أيضا بالنسبة لوضعية الشركة نحن طبعا الشركة ولو أنها يبدو بأنها شركة تجارية واقتصادية ولكنها الشركة تضمن خدمة عموية مهمنا الأساسية هو نقل البضائع ونقل المسافرين في الآوينة الأخيرة صحيح سجلنا نسجل في سنوات الأخيرة بعض الانحرافات ممكن نعطيك بعض الأرقام فيما بعد لكن حبيت ننوى هذا الشيء مهم جدا حتى نحط الأموة في إطارها الطبيعي الحمد لله لحد اليوم نحن لا نسجل حوادث أو انحرافات في المستوى الأول يعني خطيرة لحد الآن نسجل انحرافات ليس كبيرة بزاف ربما الحراف اللي شاهدناها أسبوع الماضي على مستوى منطقة القادرة بولئة البويرة كان ممكن من الأكبر لكن الحمد لله للحرافات لا تسجل خسائر بشارية هذا هو الأهم لما تكون خسائر مادية أيضا لا تكون كبيرة جدا بالمقارنة مع عدد الرحلات وحجم الشبكة التي نسيرها في الجزائر لكن يبقى أن أي حادث أي حادث هو خسارة ويبقى أن همن الأساسي هو التقليص هذه الحوادث إلى أقصى درجة ممكنة ولهذا كان هذا الاجتماع اللي تحدثت عنده مهم جدا بالنسبة لنا لأننا من المهم أن نتواصل مع السلطات الوصية حتى نعطي لها الصورة الأوضحة حول وضعية الشركة وحتى أيضا نعطي لها الملفات الضرورية لإيجاد الحلول التي تتجاوزنا نحن وإنما تعود إلى السلطات الوصية أساسا خاصة ما تعلقها بتوفير الأضرفة المالية اللازمة لعمليات الصيانة طيب حدثنا عن وضعية الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية هل فيه بعض النقائص؟ بعض المشاكل رح يتعاني منها اليوم هذه الشركة؟ ودايما نرجع بكما تفضلت وقلت بأن هذه الشركة تضمن في الأول وفي الأخير خدمة عمومية بالنسبة للمواطنين لا هي مهمة جدا لأننا نعود أن نسطر عليها بخطين أحمارين أي اقتصاد يحتاج إلى خط السيكة الحديدية خاصة اقتصادات البلدان اللي هي بحجم الجزائر لما تكون بلدان كبيرة جزائر بلد قارة لا يمكن أن تبني فيه اقتصاد قوي وتفك العزلة عن المناطق الداخلية بدون شبكة سيكة حديدية قوية حتى المشاريع الهيكلية واليوم نحن جد سعداء لأننا نحسب على أعلى مستوى في الدولة كان إرادة سياسية كبيرة جدا لإعادة السيكة الحديدية إلى مكانتها الطبيعية في قلب الاقتصاد الوطني اليوم لما نتحدث عن المشاريع الهيكلية والمهيكلة الكبرى نتكلم على الأقل على مشروع غارج بلاد لاستغلال مناجم الحديد ومشروع الفصفات في أقصى شرق البلاد هذه المشروعين الكبيرين اليوم حتى في الخطاب السياسي الخطاب السياسي يضع النقل بالسيكة الحديدية في قلب هذه المشاريع نفهم بأن هناك اهتمام بالسيكة الحديدية حبيت نعطيلك فقط باش نستفهم أيضا بعض المؤشرات على الشبكة تعل السيكة الحديدية في الجزائر باش نستفهم الحجم تعل الشبكة والضرورات التي تترتب عليها الخطوط المستغلة حاليا هي أكثر من 4000 كم طول الشبكة عندنا أكثر من 4000 كم لكن الشبكة المستغلة تفوق 4000 كم عدد المرمرات السطحية يعني تقاطعات خط السيكة الحديدية مع الطاريخ 1100 عدد المحطات ليجار أكثر من 500 عدد الأنفاق أكثر من 140 المنشآت الفنية هذه أيضا سطر عليها مهمة جدا سيليزوفراجدار لأن القطار يجب أن يمشي في خط مستقيم أكثر من 720 منشآة فنية ما بين الأنفاق ما بين الهياكل التي تضمن سير القطار عدد طول الشبكة بالنسبة للخطوط المكهربة هو 486 كم يمثل حوالي 12% من طول الشبكة المستغلة ممكن تكلم فيها معبات في إطار التطوير وفي إطار انتقال الطاقوي استراتيجية الدولة نحن نشتغل على تمديد هذه الشبكة المكهربة الخطوط المزدوجة حوالي 664 كم أي 16% إذن هذه الشبكة لحجم التاحية يتطلب عمليات صيانة كبيرة جدا ويتطلب أموال كبيرة لأن سير القطار بش يكون القطار سيرتا عادي وطبيعي ويضمن خدمة عمومية في مجال نقل المسافرين والبضائع يتطلب صيانة لهذه الهياكل لأي قطار خاصة قطارات النقل البضائعة هي قطارات تقيلة لما تمشي على السكة السكة تحتاج إلى صيانة في مرضا هل المشكلة اليوم التي نشوفها على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ووضعية بعض القطارات هل المشكلة في الأول وفي الأخير راجع لعملية الصيانة بما أنها تطلب غلاف مالي معتبر هل من بين المشاكل اليوم راح يتعاني منها الشركة الوطنية أساسا هذا هو المشكلة شوفي سنويا نحن نسجل متوسط متوسط في خلال السنوات الأخيرة 250 حادث سنويا حوالي 250 حادث سنويا في بعض الخطوط المهترئة هذا 250 حادث طبعا متفاوتة الخطور كان حوالي بسيطة ماش القطار أنه ينقالب ممكن في بعض الأحيان نسمعه البوجي يعني الرودة هذه على القطار تخرج على خط الشبكة القطار مضطر يتوقف هذه النتيجة التحى تعطينا 224 يوم توقف لحركة القطارات إلغاء 919 رحلة أغلبها قطارات بضائع سنضطر بعد ذلك نعطيك رقم مثلا مؤشر 80% من الرحلات المبارمجة تعرف تأخر بمعدل 30 دقيقة بسبب طبيق إجراءات السلامة وتخفيض السرعة بالنسبة لنا إجراءات السلامة هي أولوية قصوى خاصة بالنسبة لنقل المسافرين ونقل بعض البضائع الحساسة مثل الوقود فلما نعرف عندنا نسجل في نقطة معينة أنه كان مشكلة اهتراء الشبكة نضطر أننا نحط مقاييس لسير القطار ونخفض السرعة هذا يعطينا تأخرات في المعدل هو 30 دقيقة نقول المعدل 30 دقيقة عندها كان في بعض الحين تأخرات أكثر من 30 دقيقة طبعا المسافر لا يرى هذه المعطيات المسافر هو بالنسبة له يجب أن يركب القطار يوصل في الوقت لكن القطار لن يوصل في الوقت لدينا هذا الجانبين أساسا عمالة الصيانة التي تضمن أن القطار يسير بشكل عادي طبعا هناك بعض المشاكل الأخرى التي عندها تأثيراتها أيضا بعض أعمال التخريب السرقات التي تعطال بعض التجهيزات الألات لفيرو لزيكرو بعض الأعمال التي تؤدي إلى أن بعض الخطوط تكون فيها مشاكل ريثما يتم إصلاحها بعض أعمال التخريب أيضا التي تعطال شبكة الاتصالات سرقة الخطوط الكهربائية هذا تؤدي إلى تعطيل شبكة الإشارات خاصة أن نعيشوا هذه المشكلة على المستوى وحتى غيبها في كثير من الأحيان حتى الإشارات على مستوى سكك الحديدية لا تكون متوفرة وهذا الذي سيؤثر هو عين السائق حتى ذاته وعلى المواطنين يقول لك حتى في المواقف مكاش حراسة العديد من الأمور التي يكون من المواطن البسيط يشتكيب منها فيما يتعلق بالشركة الوطنية النقل بسكة الحديدية في بعض القطارات هذا التساؤل الذي يطرح لماذا شوفي في هذه النقطة بالذات لا يعذر أي إنسان أمام تقاطع خط السكة الحديدية مع الطريق القانون واضح الأولوية للقطار حينما يمر القطار ويتقاطع مع الطريق المواطن يجب أن يحترم قانون المرور لما يكون أكثر من ألف ومئة لما يكون لأنها كانت مستويات بالنسبة للممرات هذه المحروصة أو غير المحروصة في كل حالات محروص أو غير محروص الأولوية للقطار لأنه في تصرفات بعض المواطنين كما كان الصور الآن يقطعوا مباشرة على السكة الحديدة كما تشوف سيد جمال تفوت معنا الصورة إذا أمكن مع الزملاء نشوفوا تصرفات مثل هذه أن المواطن يقطع الطريق وسجلنا كثير من هذه الحوادث وهذا ليضطرنا في كثير من الحياة نتكلم خاصة في المناطق المأهولة على المساوضة واحدة وحتى سكنات لتكون محاذية لمحطات القطار نستعمل عبارة قوية ربما تقول بأن القطار أحيانا يسير في محيط نستطيع أن نقول معاد مناوئ صعب جدا ليخلي أنه نضطر في كثير من الحياة أننا نقلل من نخفض من السرعة تعمدا لما لا تكون متوفرة على الإشارات القانون إجراءاتنا الصارمة تفرض على سائل القطار عدم تجاوز سرعة 30 كم في الساعة لما لا تكون الإشارات تشتغل بسبب سرقة كابل كهربائي أو تجهيز لأثر على الإشارات هذا في السرعة العادية ممكن تخفض حتى ممكن 10-15 كم على مسارة 10-15 كم المفروض القطار يمشي في 5 دقائق سيسير فيه 10-15 دقيقة وحسب هذه التأخيرات رحلة 4 ساعات ممكن تولي في 5 ساعات بسبب هذا المحيط المناهج ناهيك في كثير من حياتنا عن خصائر كبيرة نتكبادها بسبب بعض الحوادث على مستوى تقاطعات خط الطريق مع خط السيكة الحديدية وين قطارات شرينها بملايير للأسف شديد خسرناها فقدناها بسبب تهور بعض السائقين نقول المؤلم أكثر هو الأرواح صحيح المؤلم أكثر هو الأرواح ناهيك عن العتاد لأنه لما ميكوشن توفر العتاد أيضا معتها رحلات أقل معتها خدمة أقل بالنسبة للمساكل وتعطل لمصالح المواطنين طيب نعود لنقطة الصيانة التي قلت تعتبر من بين أبرز المشاكل اليوم سيتعاني منها الشركة الوطنية النقل بسكاك الحديدية ولما نقول صيانة صيانة عفوا نقول بأنه بحاجة إلى دعم مالي الشركة تقدمت الجهات الوصية من خلال الحصول على دعم مالي للعمل على صيانة هذه القطارات لتطلب صيانة نظرة لمسافات طويلة التي تقتحها أنا ممكن حتى مصطلح الدعم يعني لا أحب ذو كثيرا لأنه مقابل مالي لصيانة السيكة الحديدية باش نشرح الفكرة لأن حتى الكثير من المواطنين لما يطرحون أسئلة على وسائط منصات تواصل اجتماعي مثلا من الأسئلة الشائعة يقولون وعلاش ما درتوننا أي خط في المكان الفلاني ووقتاش ديرونا خط الشركة الوطنية لنقب السيكة الحديدية ما الشيء هي لدي الاستثمارات والخطوط باش نشرح الفكرة بشكل بسيط الدولة عندها استراتيجية في مجال النقل لما يكون قرار سياسي بفتح خط للسيكة الحديدية مثلا حاليا يتم الحديث عن قرار سياسي مثلا لخط الاستمرارية الخط من الشمال نحو أقصى الجنوب الغربي نحو تيندوف يعني خط بشار تيندوف مثلا لما يتم اتخاذ القرار السياسي الدولة توفر الغلاف المالي أو تدعو إلى تركيب مالي معين مع شركة أو بنوك إلى آخر الدولة كان وكالة عندها وكالة تابعة لقطاع النقل هي الوكالة الوطنية للدراسات ومتبعة الإنجاز في السيكة الحديدية هي الأنسريف هي التي تقوم بإنجاز الخط لحساب الدولة دولة تبولها لما يتم الانتهاء من هذا الخط وإنجازه بما في ذلك بما في ذلك المحطات نظام الإشارات والاتصالات حتى هياكل الصيانة تع القطارات لما يتم إنجاز كل هذا نستلمه تستلمه الشركة الوطنية بسيكة الحديدية للاستغلال نحن نصمى نيكس بالوطن لحساب الدولة مقابل عملية الاستغلال الدولة تعطينا مقابل مالي لأننا نقوم بعملية الاستغلال وعملية الصيانة تخطسك الحديد الذي يبقى ملك الدولة خطسك الحديدية هذه من حسنات الجزائر يبقى ملك الدولة لأن عملية استراتيجية الدولة تاخد فيه قرار أنه يبقى ملك الدولة الدولة تعطينا مقابل مالي لضمان عملية الصيانة هذا المقابل المالي نحن في حساباتنا تقريبا يتراوح بين 7 و 9 مليار دينار جزائري سنويا لصيانة كل الشبكة بغض النظر عن عمليات الصيانة الكبرى يعني في بعض الحين لا يكون عندك أنوفراج دار هيكل نفق كبير يتطلب أموال أكبر بكثير لن نتحدث عن 7 و 8 و 10 مليار دينار جزائري نتحدث عن أموال تفوق الشركة بكثير هذا في الغالب يعني على عاتق ميزانية الدولة التأخر اللي سجلناه في السنوات الماضية لعدة أسباب عرف أنه بداية 2017-2018 كان تراجع لمداخل الدولة ميزانية الدولة عرف تجميل الكثير من المشاريع لأسباب موضوعية هذه معروفة وكان لازم نتأقلم مع هذا القمر هذا لكن اليوم هناك اهتمام بهذا القطع الإستراتيجي والحيوي ما يطلب أنه نضع مجموعة من الأولويات ضمن هذا الشركة الوطنية للنقل بسكاك الحديدية ونضرس كذلك المشاكل ونعمل على الحلول بالرجوع سيد جمال شعلال للاجتماع اللي ترأسه السيد وزير النقل وكان أسدى مجموعة من التعليمات حوالي نقدر نقول أسبوع على مرور بعد هذا الاجتماع الشركة الوطنية النقل بسكاك الحديدية ما هي الإجراءات اليوم اللي رهي تأخذتها حتى تدارك هذا النقائص المسجلة شوفوا كان عمل مستمر ومباشر مع الوزارة الوصية مع وزارة النقل هذا الاجتماع هو حلقة من سلسة اجتماعات وبالعكس نشوفه بإشارة قوية لوجود اهتمام من أعلى السلطات في البلاد من الوزارة وما أعلىها بوضعية الشركة نحن نشتغل مع الوزارة الوصية لتقديم الملفات الضرورية والدراسات الضرورية والتقارير الضرورية للدقيقة لوضعية الخطوط التمويل المطلوب فيما يتعلق بالتمويل العملية الصيانة العادية بما في ذلك العمليات الخاصة لأن في بعض المقاطع وبعض الخطوط تطلب عمل أوسع وتطلب أضريف مالية أوسع بما في ذلك بعض التجهيزات الضرورية لضمان الخدمة فالعمل مستمر ونحن نشتغل صباحا مساء منذ أيام طويلة تقدمتوا بكل هذه الأمور للوزارة الوصية لتقديم هذه الملفات للوزارة الوصية تقدمتوا بها أم ليس أنا نشتغل معهم ونزيدوا ونضيفوا بحسب ما هو مطلوب لأن وزير النقل أعطاء مدة شهر كأقصى كأقصى تقديم لإنجاز كل هذا العمل للوقوف على مجمل هذه النقائص والبحث عن الحلول الواجب أخذها بعين الاعتبار نعم نحن نشتغل معهم ونقدمو لهم في المعطيات الضرورية ومتفائلين بأنه إن شاء الله عن قريب ستكون هناك الحلول الضرورية الاستجابة لهذه المتطلبات الضرورية لأساسا أساسا لصيانة الشبكة ماذا عن الشركة الاجتماعي؟ لأنه حتى في اجتماع الوزير الأخير كان تحدث عن الشركة الاجتماعي وضرورة إشراكه في هذا التصور في هذا التصور الاقترحات الشركة الوطنية النقل بسيكة الحديدية الشيء أكيد أنه نحن نؤمن أكثر من أننا نؤمن هناك قوانين في البلاد تفرض مشاورة الشركة الاجتماعي والعمل معه بشكل مستمر وإشراك العمال وأعتقد أنه حتى في تعليمات تع الوصاية وتع الدولة هناك خطوط حمراء واضحة مكاسب العمال عدم تقليص عدد العمال تبقى الشركة هي ملكة الدولة وكانت منذ أكثر من سنة وسنة ونصف تجديد القطاعات الاستراتيجية التي لن تتخلى عنها الدولة بما في ذلك قطاع النقل بالسيكة الحديدية هذه كلها ضمانات أولاً لمسيري وعمال الشركة وضمانات للشركة الاجتماعي بأن الدولة تبقى قائمة وتبقى ضامنة لقطاع السيكة الحديدية لأن العمل على تطوير الشركة الوطنية للنقل بالسيكة الحديدية رح يضمن من جهة الاستقلالية المانية والحفاظ على مناصب الشغل لأنه بلغة الأرقام إذا فيهم معطاية جديدة الشركة الوطنية للنقل بالسيكة الحديدية توظف أزياد من 16 ألف 16 ألف عامل وأكيد أنه اليوم العامل في الشركة الوطنية للنقل بالسيكة الحديدية بحاجة إلى ظروف جيدة حتى يزاول مهامه على أكمل وجه وما يكونش فيه مجموعة من الإضرابات التي تكون في كثير من الأحيان دون سابق إنذار وهذا الأمر يعطل مصالح الشركة ويعطل مصالح المواطنين بالدرجة الأولى اليوم الشركة الوطنية للنقل بالسيكة الحديدية كيف بإمكانها معالجة هذا الأمر لأنه نقدر نقل ثلاثة الماضي شدنا مثل هكذا إضراب بالنسبة لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسيكة الحديدية وشفنا المواطنين كانوا في المحطات ما قدروا أنهم يتنقلوا لعدة أماكن شوفي هو موقفنا واضح وكررناه في كل مرة وقلناه وقلناه للشركة الاجتماعية وقلناه للعمال المعنيين عندنا نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هي أن الإضراب والعمل النقابي بصفة عامة هو حق مكفول دستوريا نحن نؤمن به ليس لأنه قانون فقط هذه قناعة لا تكون قناعة عند أي مسير بأن العامل عنده الحق أن يتنظم في مكان عمله أن يطالب حقوقه أن يكون شريك هذه الحاجة الأولى لكن الإضراب تحكمه قوانين وشروط وقواعد أساساً منها أساساً الإشعار بالإضراب وضمان الحد الأدنى من الخدمة من الخدمة طيب نتوقف عند هذا النقطة أستاذ جمال وكذا مشاهدينا نتوقف عند فصل الإشاري ومن ثم لنعودة لاستكمال النقاش بقو معنا نجدد تحية لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزاء نعود لاستكمال النقاش مع ضيفنا الأستاذ جمال شعلية المدير الاتصال بشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والنقاش دائما متواصل حول شركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سيد جمال قبل الفاصل كنا تحدثنا عن وضعية العمال في الشركة هل اليوم الشركة تضع من أولويتها العمل على تحسين وضعية العمال في ظل بعض النقائص ليشتكوا منها أكيد هو ممكن العامل الأول الأهم هو أن يشتغل العامل يشتغل فيه أرياحية لما نتكلم فيه أرياحية نتكلم عن الصعوبات وعلى المحيط الصعب اللي نشتغل فيه لهذا كنت تكلم لك أنا على الإضراب أو توقف عن العمل إضراب عنده شروط التعو بغض النظر على أننا ممكن نتاخذ إجراءات قانونية في حق العامل الذي يتوقف عن العمل بشكل غير قانوني لكن قبل ذلك وأثناء وبعده نتفهم كون أن هذا العامل يشتكي من أنه يسوق القطار أو يقود القطار في محيط صعب وليس فقط إلا سائق القطارات اللي رأي يعاني السائق القطار يعاني العمال اللي يشتغلوا في الهيكل القائدية يعانوا لأنهم يواجهون يوميا مشاكل تاهتراك خطط السيكة الحديدية وعندهم يعني تعليمات لما يكون عندك انحرافتها قطار ما لازمش تخلي خط السيكة الحديدية مغلق لازم قطارات تأسير خاصة قطارات نقل البضائع لأنها مواد استراتيجية نحن نتحدث عن الوقود عن الحبوب عن الأسمدة اللي هي مواد استراتيجية ومهمة جداً ما لازمش توقف بالتالي لازم يشتغلوا بسرعة قصوى وباش يعودوا يحروا خط السيكة ويعودوا يردوا لسير القطارات فهم يشتغلون في ظروف صعبة نتكلم على عمال الأمن نتكلم على المراقبين اللي يمشوا مع القطارات اللي أيضاً يشتغلوا في محيط صعب جداً بسبب تصرفات سلبية بعض المواطنين نتكلموا على مثلاً الحراسة على المعابر أيضاً اللي يشتغلوا في محيط صعب جداً مع بعض المواطنين الذين لا يحترمون قواعد السلامة والأمن وقواعد المرور وما يحترموش الحراسة على المعابر ويعرضوا نفسهم ويعرضوا قطارات والحراسة إلى الخطر مثلاً لهذا أن تصحيح هذا الوضع كله يدخل في إطار إعطاء أحسن الظروف وتوفيرها بضرورة لكن رغم ذلك تعرف العامل في السيكة الحديدية عنده ثقافة خاصة تقريباً عندنا ذهنيات تقدرين تقول وأننا نعتبر نفسنا وكأننا نشبع عسكريين لأن خصوصية النقل بالسيكة الحديدية أهميته الاستراتيجية تجعل أن العامل يبقى رغم كل هذه الظروف يبقى أنه لازم يكون مجند ويفرض على نفسه أن القطار يسير مهما كانت الظروف لأنه عارف بأنه لازم المواد الاستراتيجية هذه خاصة النقل البضاء لازم يمشوا وهذا عشناه في الفترة مثلاً تعالى العشرية السوداء عشناه في فترة كورونا اللي كانت فترة خطيرة وفقدنا الكثير من العمال رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله ولكن القطارات لا تقدرش تتوقف وهذا داخل في رح نقول ثقافة وذهنية العامل في الشركة رغم أنه يطالب تحسين الظروف لكن بالمقابل يبقى دائماً مجند لضمان الخدمة طيب نقطة أخرى وفيما التعلق كنا ذكرناها ونتحدث عليها الآن بالتفصيل ظاهرة انحراف القطارات واهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال للسكك ببعض مناطق الوطن هي من بين الظواهل لليوم ما تزال نسجلها ما هي أسبابها مثل الجمال هذا الثلاثية نقدر نقول انحراف القطارات واهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال يستكك ببعض مناطق الوطن شوفي بالنسبة للإهتراء أنا تكلمت عليها هو أساساً أساساً المشكلة الصيانة صيانة أساساً المشكلة الصيانة الصيانة تحتاج إلى تمويل تمويل الآن كاين أذان صاغية من طرف السلطات الوصية قدمنا الملفات ضرورية نحن نشتغل لاستكمال هذه الملفات وفي العادي نحن نحتاج إلى 7-8-9 ملاير دينار جزائري سنوياً في الوضع الاستثنائي هذا باش نعود يعني تحسنتين للسنوات الأخيرة هذه ممكن تقديراتنا ترى حتى الأكثر من 12 مليار دينار جزائري بغض النظر عن العمليات الخاصة التي ستحتاج إلى تمويل استثنائي على حساب الخزينة العمومية هذا نحن نشتغل معه مع الجهات الوصية وسنذهب للإزارة بيتراج طبعاً ضرورية مع الجهات المانية خاصة منها وزارة المالية هذا بالنسبة لخطوط السيكة الحديدية بالنسبة ظاهرة الرمال هي طبيعية لما نقول طبيعية لأن فيه فصول فترات معينة في السنة تقريباً نهاية شهر أفريل بداية شهر ماي حتى الناس اللي تسافر عبر الطائرة تعرف بلأ يعني كانت فترات تاعها العواصف الرملية في كثير من الأحيان حتى رحلات الجوية تتوقف خاصة في بعض الولايات الحساسة ما سجلناه هذا السنة استثناء استثناء منذ تقريباً شهر أفريل أساساً على الخط وهراً بالشعر ذهباً وإياباً خاصة في منطقة يعني بني عباس بن عامة رجم دموش المشرية عندنا حوالي 13 إلى 14 نقدر نسميها نقطة سوداء تقريباً من شهر أفريل إلى هذا الأسبوع يعني عايشينه لم تتوقف لم تتوقف العواصف الرملية استثناء أن هذه ظاهرة حتى يعني السكان المسنين تها هذه المناطق حتى العمال التعنا الكبار يعني يعرفوا المنطقة جيداً يقول لك ما شهدناه هذه السنة استثنائي لم نشهده في سنوات ماضية طيب هل من حلول بالنسبة لها؟ الحلول الحلول حتى نقدع لها كذا ظواهر طيب الحلول كي نزوج مستويات تاع الحلول أولاً أولاً إحنا وش الموقف بتاعنا عملنا كل شي باش متوقفش قطارات نقل البضائح يعني في خلال هذا الفترة رغم أنه كانت عواصف رملية قوية جداً وتغطي أطنان تعريمال تغطي خطسك الحديدية قطارات نقل البضائح لم تتوقف قينا مجندين فيرقنا مجلدة تشتغل ليلة نهار بالإمكانيات الموجودة باش قطارات نقل البضائح تمشي إلى الجنوب والجنوب الغربي يعني كل الولايات على هذا المسار من عامة بن عباس وتهبط حتى البشار تندوف تبقى تتغطى خاصة بالمواد استراتيجية مع حبوب الأسمداء والوقود أساساً هذه المواد الاستراتيجية التي نقولها بكميات كبيرة على هذه الولايات فبقنا مجندين لكن احنا الاعتبار الأساسي كان بالنسبة قطارات نقل المسافرين لأن قطار نقل البضائح ممكن على صفة رملية مفاجئة يتوقف القطار ثلاث ساعات اربع ساعات خمسة ممكن أكثر لكن قطار نقل المسافرين ممكن تخلي المسافرين ما تقدرش تخليهم كاين في كل أنحاء العالم ما يصر انقطاع تعل خطس الحديدية يصر يعني يرفض المسافرين بالحافلات لكن ما تقدرش نغامر بهم في منطقة ممكن نائية بعيدة على الطريق منطقة ممكن مرتفعة باشتهبط المسافرين المسنين المرضى الأطفال ممكن يكون خطر عليهم في منطقة بعيدة ففضلنا أننا نوقف القطارات في هذه الفترة الأخيرة ريثما تهدأ هذه العواصف ممكن في الأيام القادمة ان شاء الله بداية هذه الأسبوع سجلنا هدوء لهذه العواصف تمشي حقنا بعض الحلول الأولية الحلول الأولية كنا نشتغل بها في سنوات ماضية عندنا الكثير من التجهيزات مثل الشارجور والآخرين مع الفرق التي نحو هذا الرمال قمنا أيضا حتى بصناعة آلة على مستوى الوارشات سيدي بن عباس تابعة للشركة كاسحة للريمال لكن حجم الرمال هذا السنة كان كبير جدا حتى الوسائل الدعم يأتينا من الولايات مديرية الأشغال العمومية والولايات المشكورين تابعة الولايات المعنية خاصة من عامة وبشار وبن عباس يساعدون على التحوم لم تفي بالغرض فحسينا بالليه كين هذه السنة يعني عواصل بشكل بشكل أكبر الحل النهائي لسجلناه في الحقيق المطلوح منذ سنة 2017 كنا شايفين أنه بدأت من سنة لسنة كنا سجلوا ارتفاع في عدد هذه العواصل طيب من 2017 حتى 2022 لم يطبق هذا الحل بالنظر إلى أنه ظاهرة في كل سنة رهي في تزايد في 2017 تم تسجيل عملية لشراء عتاد محدد للشركة من بين هذا العتاد الضروعي اللي كنا نحتاجه آلات خاصة لكسحة الرمال كسحات الرمال خاصة هذه العملية تم تجميدها في سنة 2017 بسبب ظروف المالية اللي مرتبها البلاد أنا ذاك منذ هذه السنة وخاصل ما لاحظنا تكرار هذه العملية العواصف الرملية ولاحظنا أننا حتى على مستوى الخط تقورت المورون الذي يمر ببسكرة وكان خطوط مستقبلية ممكن نستلمها عن قريب عند لاني سريف الخط الذي يكمل حتى الحسيم السعود والخط التي جلفة اللغواط الذي سجلنا في بعض النقاط الطفيفة لكن مع هذه التقلبات الجوية التي نشوفها في سنوات الأخيرة ممكن نتوقع أنه في السنوات القادمة ممكن حجم هذه الزوابع يزيد ولهذا قدمنا الكثير من دراسات طالبات الوزارة الوصية لرفع التجميد عن هذه العملية نحن متفائلون على أنه في إطار هالتدابير التي تكلمنا عليها الاجتماع اللي كان مع الوزارة إن شاء الله يتم رفع التجميد عن هذه العملية لأن وعلاش حتى الخطوط المستقبلية اللي راح تكون طروح للصحراء الكبرى نتكلم على تيندوف نتكلم على أدران نتكلم حتى لتمنرصة لازم نستعدلها من الآن بالتجهيزات الضرورية لازم لأن حتى لو تحصلنا على التمويل اليوم كان عمليات استباقية درناها تحضير تحضير كايدة شارج إلى آخر هذا جهزناه للدراسات التقنية إلى آخر لكن كل هذه إجراءات تحتاج وقت بالنسبة للصفقات العمومية بالنسبة للمموينين تحضير هذه التجهيزات باش ندخلها للبلاد إلى آخر هذا تحتاج إلى وقت فنزلنا عمل استباقي سجلنا هذه العمليات إن شاء الله يتم نظر فيها كينحل آخر لأن حتى كاسيحات الرمال لن تكون كافية لوحدها كينحل آخر نحن في تشاور مع بعض شركاء منهم شركاء النمساويون لإيجاد بعض الحلول البيئية لحماية خطوط السكة الحديدية لأن كاسيحة الرمال ترفض الرمل وتبعدوا على السكة لكن يجي زوبة عرمية تعود تردوا في بعض الحلول في شريك نمساوي أعطانا بعض الحلول التي طبقت في ناميبيا نحن في تشاور معهم ولو أنه أساسا ما وش من مهامنا ما وش من الميسيون تعلاني سريف ولكن نحن نشتغل على عاتقنا في أيضا بعض المخترحات بالنسبة للخط بشار وهرن بعض الولات المعنيين اختار حهومة أيضا أن يقوم بعض المقاربات مع بعض مراكز البحوث المتخصصة في النباتات السحراوية لدراسة إمكانية قيام هذا لحماية خطوط السكة الحديدية ولمبادرة من الولات المعنيين طيب سيد جمال نقدر نقول تساؤل كذلك يطرح فيما تعلق بالشركة الوطنية من نقبل السكة الحديدية مشكلة تأخر أقول رحلة القطار لعادة ما يرجع لعمليات التخريب لكن في الأول وفي الأخير لا يضمن الخدمة العمومية بالنسبة للمواطنين ومشكل كذلك يطرح عليه كثير من تساؤلات هو بما تعلق بالتعديلات والتغييرات في مواعيد وتوقيت البرامج اليومية لسير القطارات لماذا؟ ما ليش نجيك من السؤال للأخير تعديل البرامج هو موسمي عندنا مثلا البرامج على رمضان عندنا البرامج على المناسبات والأحياد عندنا البرامج على الصيف وعندنا البرامج على الدخول الاجتماعي فهذا يتم بشكل تلقائي ونحن ناخد إجراءتنا في كل مرة لإعلام المسافرين سواء عن طريق ما عندوش علاقة بأسباب تقنية أو حتى حوادث تكون سجلت التي تؤدي إلى تغيير في التوقيت أحيانا على مستوى خاصة ضحية الجزائي العاصمة متعلق بمدى توفر العتاد أنا كلمتك على مشكلة صيانة العتاد وكلمتك أيضا في بعض الحيان على مستوى الحوادث التي تصرى وحتى على مستوى بعض أعمال التخريب مثل الرشق بالحجارة تعافي لما تكون عملية الرشق بالحجارة للزجاج باش نغير الزجاج على القاطرة اللي تمشي هذه الزرقة اللي تمشي في ألجي لازم ندخلها للورشات على مستوى الخرومة مع الشركة عملية عملية الصيانة هذه ممكن تستغرق 48 ساعة معتها عندنا قاطرة ناقصة في عدد القاطرات الموجودة على مستوى الشبكة طيب ماذا عن الرحلات شوفي الرحلات تعطيك باختصار سيد جمال نعم باختصار نحن نضمن نقل حوالي 140 ألف مسافر يوميا عندنا أكثر 284 رحلة يومية 18 خطوط كبرى 78 رحلات جهوية يعني ما بين المدن و188 على مستوى ضواحي المدن الكبرى وهرنع النابة بسنطينال جزائر أهمها الجزائر العاصمة اللي عندنا فيها حوالي 150 رحلة يوميا باش نستفهم بالحجم تعادل القطارات التي تسير يوميا في بلادنا أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ جمال شعلال مدير الاتصال بالشركة الوطنية النقل بسيكك الحديدة شكرا لك على كل هذا التفاصيل اللي قدمتها حول وضعية الشركة شكرا جزيلا بارك الله فيك نحن نتمنى أنه الحلول هذه تكون يعني تحركت في أقرب وقت ممكن نحن أكثر ناس متضررين من هذا نحن أكثر ناس مدابين القطار يمشي في وضعه العادي ويلحق في وقته لما توفر شكرا جزيلا لك مشاهدين بهذا نصل وياكم إلى ختم عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المنافع من الله